ترجمة نانسي قنقر شهر تتنزل فيه الخيرات وتحف من يعانقه بالسكينة والرحمات ولأنه شهر الخير تتزاحم البرامج الوعظية والدروس اليومية خلال هذا الشهر الفضيل الذي يتسابق فيه الجميع لكسب الأجر واغتنام فضائله في دور العبادة وحتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي جهود إدارة الشؤون الدينية وإدارة الأوقاف السنية بوزارة العدل وشؤون السلام والأوقاف جهود مشكورة في التنسيق مع الوعظ وطلبة العلم لإلقاء الدروس والكلمات الوعظية في المساجد في السابق قبل 20-30 سنة كانت البحرين تستضيف علماء ومشايخ من خارج مملكة البحرين الآن بفضل الله عز وجل وجهود المملكة صار من أبناء البلد هم من يقوم بإلقاء الدروس وإعطاء المواعظ وبعد أن ابتعثتهم الدولة إلى طلب العلم في الجامعات الإسلامية فرجعوا دعاة إلى الله عز وجل في بلادهم نحن كجامع نبي ندخل كل بيت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ويوميا والله الحمد في بث مباشر عن طريق اليوتيوب والبيرسكوب لمناشط وبرامج الجامع تنوع ثري يتوائم مع جميع شرائح المجتمع ويناسب جميع الأعمار صغارا وكبارا ليستزيدوا بها ويعملوا على تطبيقها وهو دايدن مملكة البحرين ليس في هذا الشهر فحسب بل طيلة أيام السنة نشكر لتقادمة مزارة الأوغاف والشؤون الإسلامية من جهد لتواصل الفائدة للناس والخير للناس وشكرا على جهودهم حتى في السوشال ميديا وهي شيء لا فائدة كبيرة للناس ولا أثر كبيرة في المجتمع ندرس التجويد ندرس حكامه ندرس قراءة الغرام وجود العلماء وباحثين يعني من برع البحرين ما شاء الله من السعودية وناس معروفين يعني في النطاق يعني ما شاء الله فالحمد لله رب العالمين يعني وجود الناس زاد وتقبل الناس على الله سبحانه وتعالى وعلى الدين قاعد يزيد والناس قاعدين الحمد لله يوم عن يوم يعني يرتبطون أكثر بالدين وارتبطون أكثر بتعاليم الرسول إن البحرين كانت ولا زالت حاضنة لكل ما يدعو للفضيلة وإلى كل ما يدعو إلى غرس المبادئ السمحة التي تبث في المجتمع التسامح والألفة بين مكوناته كافة في هذه الأماكن المباركة ينمو غراس تعاليم الدين الحنيف المبنية على الاتزان والوسطية ونشر الأخلاق الحميدة لتلفزيون البحرين صالح يوسف